تشهد مراكز التطعيم في مختلف محافظات المملكة اقبالا متواصلا من قبل المواطنين والمقيمين على تلقي جرعات التطعيم المضادة لفيروس كورونا وذلك ضمن الحملة الوطنية للتطعيم وقد بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم حتى مساء يوم أمس الخميس أكثر من مليون ومئتين وتسعة آلاف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومئة وستة وتمانين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من تسعمائة وألف شخص